10% من الولاد اللي بتولده ولادة طبيعية أو يعني 9 شهور والولادة كاملة بيجي عندهم انسداد جزئي في القنوات الدمعية الدموع بتتكون قليل في أول شهر فعادة الدموع دي بتظهر ناحية الشهر الأولاني آخر الشهر الأولاني وبتدي عين أكتر من عين بتظهر إزاي الحياة متبقاش الدموع زي ما حاك بتوصيفي كده سيدة ماريام بتبقى أن الطفل بقى عنده شوية إفرازات والصبح ما صححة إصحى الصبح بتبقى عينه ملزاقة شوية طب دي ما نعرفش إن ده ميكروب زي اللي أنا حوريه لكو دلوقتي لأن رائم تبقى رائعة الموضوع إن البلعة مسدودة والمية ركدة فالمية ركدة دي بتعمل شوية إفرازات كده بتجمع الإفرازات والإفرازات دي بتعمل الرموش تخليها ملزاقة بعضيها وقضي الطفل عينه تدمع شوية حياة دكتور الأطفال دكتور شاطر جدا وقال الكلام المزبوط معظم هذه القنوات المزدودة اللي بتاخد الدموع نزلها للأنف بتفتح لوحدها في خلال ست شهور بنطلب من الأم إن هي ما تخليش إفرازات قاعدة مية أو البول كده تنظف العين تعمل مساج للغدة الدمعية لسكيس الدمعي الطريقة معينة وعادة 80% من الناس دي بتروق بعد ست شهور العشي